السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو ايبريبادي في اليوم 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 سنحدث عن الأشياء المهمة لذلك أريد أن تتكلم معي ربما سيكون ستستمع بيطار لا تتكلم عنه حسنا بسم الله أول حاجة نتكلم عن الوبراتيج سيستم ذا لسون 3 في شبتة 1 وهو Digital Program and Apps طيب الوبراتيج سيستم وهو سنة أولى ايعداتي Operating System او أنظمة التجريل او نظام التجريل خلي بالكم بقى عشان احنا نتكلم على كل أنظمة التجريل الموجودة في كل الأجهزة الإلكترونية تقريباً او على الأقل معظمها يعني هنتكلم كتير عن أنظمة كتيرة النهاردة خلي بالكم انا عايز عرف يعني ايه Operating System طيب Operating System هو واجهة المستخدم اللي انت بتشوفها في الموبايل بتاعك في الكمبيوتر بتاعك في الساعة الزكية في أي جهاز إلكتروني دي الواجهة اللي انت بتتعامل فيها مع الابليكيشنز مع كل حاجة دي تعتبر Operating System طيب هو Operating System يعني الوظيفة بتاعته بس إنه يكون واجهة لا هو كمان يعتبر interface between the user and hardware and software يعني ايه بقى؟ يعني هو يعتبر وسيط بينك انت كيوزر أو مستخدم لهذا الجهاز الإلكتروني وبين الهارد وير بقى بتاع الجهاز الهارد وير هي الحاجات الملموسة يعني مثلا الشاشة الشاشة دي إيه اللي بيشغالها؟ Operating System هو اللي بيشغالها وخليها تقيد تخليها تظهر البيجنامج الفلاني وهكذا السوفتوير بقى غير برامج البرامج دي الحاجات غير ملموسة الحاجات البرمجية اللي جوه دي إيه اللي بيشغالها برضو أو الألعاب دي برضو إيه؟ تعتبر السوفتوير إيه اللي بيشغالها برضو Operating System طيب هنشوف هنا هو هنا بيقول Operating System هو بيمانج أو بيدير المكونات زي مكونات الأتي أولا الأبس هي البرامج طبعا وطبعا بيخش جواها لأن الجيم تعتبر برنامج اللعبة هي برنامج تاني حاجة الطبعة الطبعة دي بقى مش برنامج دي هاردوير أي حاجة ملموسة تبه هاردوير أي حاجة برنامج تبه السوفتوير خلي بالك طيب الطبعة البرينتر هو بيديرها لما أنت بتوصلها بالكمبيوتر هو بيبدأ يديرها هو بيديرها هو بيديرها أوامر يخليها تطبع في عمين قصدي يعني اللي بيدير الطبعة هو برضو Operating System السكرين زي ما أنا قلت لكم سواء بقى السكرين دي في الكمبيوتر أو في الموبايل الكيبورد الماوس السيستم يونيتس دول كلهم حاجات هاردوير تعتبر حاجات كلها ملموسة هتقدر تمسكها بإيدك مادية يبقى إذن هي هاردوير هو بيقدر يدير الهاردوير والسوفتوير في نفس الوقت عشان خاطر يديك تجربة متكاملة يديك استفادة كاملة من الجهاز اللي قدام طيب هنشوف أهم وظائف نظام التشغيل بعض الوظائف وأهمها ولكن مش كل الوظائف أول حاجة Security and Protection هو اللي بيعمل Secure and Protection للجهاز بتاعك دايماً مثلاً عندنا الويندوز ده أحد أنظمة التشغيل بتاع الكمبيوترات اللي أنا شغال به مثلاً ده الوقت ده ويندوز طيب الويندوز ده بيبقى فيه حاجة جواهة اسمها ويندوز ديفندر ويندوز ديفندر ده هو اللي بيدافع ديفندر حتى يعني معناها مدافع هو اللي بيدافع عن الجهاز بيعمله Security and Protection تمام؟ طيب هاردوير مانجمينت الهاردوير المكونات المادية هو اللي بيعملها manage يعني إدارة هو اللي بيقدر أنه لما تتوصل طبعة يقدر أنه يتعامل مع هذه الطبعة يتعرف عليها يديها أوامر وكذا طيب إدارة نظام التشغيل أو نظام الملفات بفايل سيستم مانجمينت هو بيدير الملفات إنت لو عايز تنقل حاجة من ملف للملف تاني مين اللي بيقوم بها هذه العملية إنت مفكر أنه إنت اللي بتقوم بها بنفسك إنت تروح تعمل كوبي بعد كده تروح للملف التاني تعمل بيست يعني كوبي وبيست اللي هو كوبي اللي هي تاخد نسخة وبعد كده بيست اللي هي تحطها في مكان معين لا هو مش إنت إنت قوي بتعمل بإيدك إنت بتدي أوامر بس إنت بتدي أوامر لإيه بقى مين اللي بيخلي الموضوع يجي كوبي مين اللي بيجيب لك الشاشة أو القايمة اللي فيها الكوبي اللي انت بتختار منها كوبي مين اللي بيجيب لك القايمة اللي انت بتختار منها البيست هو نظام التشغيل فعيزا نظام التشغيل بيديك تجربة متكاملة طيب الـ User Interface هو جهة المستخدم زي مثلا دي سطح المكتب في الكمبيوتر فلنشوفها دلوقتي بشكل مفصل فلا تقلقوش الميموري مانجمينت هو اللي بيدير الرامات الميموري دير هي الرام يقولك الرام ميموري تمام؟ هو اللي بيديرها إذا لم أنت تشغل البرنامج يقوم مغايح محمله في الرامات لو البرنامج مثلا كبير شوية يمسح حتة من الرامات يوقف برنامج قديم وهكذا هو اللي بيدير الميموري طيب عندنا المودرن الالكترينيك ديفايسيز اند سمارتي ديفايسيز بعض الأمثلة هنا عن أجهزة إحنا بنتستخدمها في خياتنا والأجهزة دي كل جهاز لأوبريتنج سيستم خاص بي تمام؟ في بعض الأجهزة بتستخدم أبريتنج سيستم واحد اه فيه يعني ممكن أبريتنج سيستم يستخدم فيه أكثر من جهاز ممكن ولكن في الأغلب تجاي كل جهاز لأوبريتنج سيستم خاص بي مختلف طيب عندنا مثلا أجهزة الكمبيوتر البرسونال الكمبيوتر سواء لابتوب أو ديسكتوب طبعا تعرفين الكفار اللابتوب اللي هو بيبقى قطعة واحدة الديسكتوب بيبقى قطعتين أو أكثر ممكن تحط له بقى كيبورد وحاجات كده لكن اللابتوب بيبقى قطعة واحدة كده ممكن تاخده معاك بيبقى فيه بطارية حتى طيب أجهزة الموبايل الموبايل ديفايسيز دي كل لا عرفك بتستخدم أبريتنج سيستم وهنقولها لكم بالتفصيل دلوقتي أجهزة الجيمين كونسول زي الإكس بوكس أو البلاي ستيشن طيب السيرفرز السيرفرز هي الخوادم بتبقى أجهزة بس متوصلة بالإنترنت يعني انت ما بتروح مسلا تفتح موقع على الإنترنت انت كده بتفتحه من السيرفر يبقى الخوادم ساعة بتبقى كبيرة زي كده وساعة بتبقى صغيرة برضو عادي يعني ممكن سيرفر يبقى صغير زي الكمبيوتر بتاعنا كده عادي طيب الأجهزة القابلة للارتداء الويرابول ديفايسيز زي الساعة الزكية تمام؟ أو الباند الباند دي بتبقى زي الساعة كده بس أقل شوية في الإمكانيات وهكذا طيب السمارت تيفيز التلفزيون السمارت ده بيستخدم أبريتنج سيستم طبعا معظمهم بيستخدموا أندرويد هنشوف دلوقتي بالتفصيل أنا بس بديكم أمثلة عن الأجهزة وبعد كده هناخد جهاز جهاز بالتفصيل نشوف الأبريتنج سيستم بتاعه هو ايه طيب النتورك ديفايسيز زي الراوتر السويتش الهاب البريج الريبيتر الريبيتر دي خدناها في السنوات السابقة بس يعني انتو عارفين النيتورك ديفايسيز كلنا عندنا مثلا انترنت في البيت فترقى عندنا روتر الراوتر ده أحد الحاجات بتاع النيتورك بتاع الشبكات تمام؟ دي بيبقى ليها نظام تشغير أيوة بيبقى ليها نظام تشغير خاص بيها واقدر ان انا خش هتعامل معاه طبعا ايه الأنظمة بتختلف بقى بناءا على اختلف الجهاز الوتوميتف سيستم طيما تراقي بالذات السيارات الحديثة فيها اوتوميتف سيستم وتراقي فيه شاشة بتقدر تتعامل مع هذا الاوتوميتف سيستم وفيه زراير تقدر ان هي بتتوجهك او تخليك تختار مثلا حاجات معينة فيه اوتو بايلوت مثلا تختار انها سواقة زاتية او قيادة زاتية وهكذا دي كلها جوة الوبريتنج سيستم بتاعها طيب هنا برضو الاندستاريال كنترول سيستم في الشبك فيه الشركات او المصانع مش الشركات ده المصانع الكبيرة بتراقي فيه اجهزة زي الروبوتات وكده هي بتبقى واقفة على خط الانتاج بتعمل تجميع للمنتجات مع بعضها طيب الروبوتات دي انا بتحكم فيها ازاي؟ بيبقى فيه اوبريتنج سيستم هو انا من خلاله ببدأ اعمل كنترول على هذا الالكترونيك ديفايس تمام؟ ممكن يبقى زي لابتوب كده وممكن يبقى يعني في قلب الجهاز نفسه في قلب يعني هنا مثلا دي زراعها روبوتية ممكن في الزراعة نفسها تلاقي فيه جهاز وتقدر تتحكم فيه الأنظمة المدمجة او زي مسلا ننظمة المدمجة دي زي اللي هي اللي هي بتطلع فلوس او برضو زي الجهزة بتاع فاوري اللي انت ممكن تدفع من خلالها برضو هنشوف الكلام ده بالتفصيل ما تقلقوش واحدة واحدة نبدأ بقى واحدة واحدة شايفين احنا خدنا كل الحاجات دي نبدأ بقى نروح عليهم واحدة واحدة تاني ونشوف كل واحدة على التفصيل هنبدأ بالبي سي ادي البي سي البرسونال كمبيوتر البرسونال كمبيوتر زي ما انتم ملاحظين هنا هو عندنا ثلاثة انظمة تشغيل مختلفة للبرسونال بي سي للكمبيوتر الشخصي عندنا ويندوز وده الاشهر وان احنا بنستخدمه عندنا ماك او اس لو انت عندك كمبيوتر جايبه من قبل تمام بيه باسمه ماك ليه اسمه ماك لانه اصلا النظام التشغيل بتاعه اسمه ماك او اس او اس اختصار لأوبريتنج سيستم فاذا نظام التشغيل بتاعه اسمه ماك اوبريتنج سيستم او ماك او اس فيه نظام تشغيل ثالث ومشهور برضو نوعا ما اسمه لينكس دي الانظمة التلاتة الاشهر في الكمبيوتر الشخصي البرسونال كمبيوتر طيب الاجهزة المحمول او الموبايل ديفايس موبايل ديفايس اذا انا هنا ما بقول موبايل ديفايس بقصد السمارتفونز الاجهزة الزكية او التابلت تابلت يعتبر موبايل ديفايس الموبايل ديفايس اشهر حاكتين هو اي موبايل ديفايس طالع من ابل بيبقى في نظام التشغيل بتاعه اسمه اي موبايل ديفايس او ديفايس من جوجل او من بعض الشركات التانية زي سامسونج جوجل و سامسونج الاثنين بيطلعوا اندويت مساحة. وحاجات تانية هواوي. هواوي دلوقتي بدأت تعمل هارموني او اس. هارموني او اس ده نظام تشغيل خاص بيها. بس هنا مش مذكور. المهم ان هو بتستخدم اي او اس او اندرويد لو هو جوجل مسلا جوجل هي اللي عام له اندرويد عمتا. فيه مسلا كان فيه ويندوز فون بس تتلغى دلوقتي. ويندوز فون ده كان اجهزة مايكروسوفت. وفيه كان عندهم نظام تشغيل خاص بهم. ده لكن دلوقتي بيستخدموا اندرويد برضو. بيحطوا على الاجهزة بتاعتهم اندرويد. فاذا احنا عندنا اندرويد. عندنا اي او اس. عندنا هارموني او اس ده بتاع هواوي. ليه هواوي عملته? عشان خاطر آآ جوجل بدأت تعمل عليها عكوبات وتمنعها انها تخش على المتجر بتاعها لان ايه امريكا بتحارب الصين آآ هواوي صيني وامريكا جوجل. فايه? فهواوي قررت انها تعمل خاص بيها. وعملت بالفعل هارموني اس بس لسه ما تشهرش. طيب. اجهزة خبات مقاف السيرفرز بقى لانا قلت لكم. اله هي بتبقى اجزت كمبيوتر ولكن كلاود. على الكلاود. لو انت داخل على موقع معين الموقع ده بيتحمل والصفحة بتزعر قدامك بتبقى زاهرة او بتتحمل على ايه? على السيرفر. السيرفر ده بيشتغل بايه? فهو السيرفر بيبقى كمبيوتر زي ما انا قلت لكم. ممكن يبقى كمبيوتر كبير. ممكن يبقى كمبيوتر صغير عادي زي بتاعنا. فبما انه كمبيوتر فهو بيشتغل بنفس الحاجات بتاع الكمبيوتر. اله هي الويندوز او اللينيكس. بس هو بيبقى اصدارة مخصصة من الويندوز خاصة بالسيرفرات. فحنا عشان كده مسمينهم او هما مسمينهم الشركات مسميهم ويندوز سيرفر او لينيكس سيرفر. تمام? دي احد الامثلة او اشهر امثلة على الحاجات. وطبعا في ازر سيرفر اوبراتينج سيستمز في برضو ايه حاجات تانية يعني. انا انا بقولت لكم الاتنين دول ده مش معناه الاتنين دول فقط. لا في حاجات تانية برضو. تمام? بس يعني دول الاشهر. طيب. الجيمينج كونسول. الجيمينج كونسول زي ما احنا قلنا اكس بوكس بلاي ستيشن ناين تين دو سويتش. دول التلاتة جيمينج بوكس. طيب. ايه بقى النزام التشغيل اللي بيشتغل جوا الجيمينج بوكس ده او الجيمينج كونسول ده. نظام التشغيل يعني احنا لم يسكره. يعني الشركات اللي مطلعة بلاي ستيشن ما قالت ناشر نظام التشغيل فيه هو فلانه الفلاني. ما قالتش اسمه. ليه? لانه هو بتاعها وخلاص مش هتديه لحد تاني. مش زي اندويد مسلا اي جهاز اندويد. في شركات كتيرة بتستخدمه ويندوز مسلا برضو شركات كتيرة بتستخدمه سواء بعدل عملت كمبيوتر تستخدمه سواء اي كمبيوتر ممكن يستخدمه لكن هنا بلاي ستيشن ايه ما بتطلعوش لحد فما قالتش اسمه سابتها ايه اه اك انها سر قومي عندها. فايزا البلاي ستيشن عندها نظام التشغيل الاكسو بوكس عندها نظام تشغيل خاص بها والناينتيندو سويتش برضو عنده نظام تشغيل خاص بي. طيب هو كل واحد ليه نظام تشغيل. المهمة انا عايزك تعرف ان كل جيمينج كونسول ليه نظام تشغيل خاص بي. وهو بيبقى متخصص فقط في انه يسهل تجربة اللعب. يعني نظام التشغيل بيبقى اكسر توجيها الى فقط اللعب. ومش مش عايزين نعمل اي حاجة تانية على الا اللعب. تمام? طيب. السمارت تيفيز. السمارت تيفيز عندنا الاشهر بيبقى اندرويد. ده اندرويد. هو بتاع ايه? بتاع السمارت فون زي وانتو فاكرين. فايزا الاندرويد برضو بيستخدم في السمارت تيفي او اجهزة التلفزيون الزكية ايوة بيستخدم برضو في السمارت تيفي. وفيه عندنا حاجات تانية زي الويب او اس او التيزن. الاتنين دول انظمة تشغيل برضو خاصة بالسمارت تيفيز بس مش مشهورة قوي. الاشهر هو الاندرويد. طيب. الاجهزة القابلة للارتداء اللي هي الويرابول ديفايسز زي الباند زي السمارت ووتش. الباند او السمارت ووتش. السمارت ووتش هي بتبقى احدس واقوى شوية من الباند. طيب. عندنا بتبقى طبعا لها انظمة تشغيل خاصة بها. وانظمة التشغيل بتبقى اكتر توجيها الى انها مسلا ايه? تعرض السعرات الحرارية. الخطوات اللي انت مشيتها. الساعة دلوقتي اهم حاجة الساعة الوقت طبعا ان هي ساعة في الاخر. تمام? دي بيبقى لها انظمة تشغيل خاصة بها. هنا هو بيقول لك. يعني هي بتستخدم مصمم خصيصا لها وللفنكشن بتاعتها وللوظيف بتاعتها اللي هي زي ما انا قلت لكم الساعة عرض الساعة اه عرض القطوات اللي انت بتمشيها. اه عرض دربات القلب. طبعا في الساعات الزكية بتاع بتاع دربات القلب برضو. حاجة زي كده. تمام? فاذا هي بتبقى يونيك يونيك يعني ايه? يعرف انت اه حصرية او يونيك والله ما فكر المعنى بالعربي بس يعني مش يعني مخصصة فقط لليه. حاجة زي كده. تمام? ماشي. هنا اه اجهزة الشبكات. نتوك ديفايسز زي راوتر مثلا. او زي سويتشز. دي برضو بتبقى لها انظمة التشغيل الخاصة بها. يعني ما ينفعش انا اجيب ويندوز او محطه على كل الاجهزة. طبعا ما ينفعش. ما ينفعش اجيب اندرويد وحطه على كل الاجهزة حطه على الكمبيوتر بتاعي. ممكن. ولكن مش كل الاجهزة تاخد اندرويد. الاندرويد موجه لاجهزة ايه? سمارت اه فونز او سمارت تيفي. تمام? يبقى هو اكتر هيكون مفيد اكتر في الاجهزة دي. وفي بعض الاجهزة اصغر ما تستحملش. يعني مثلا. انا ممكن لو خدت اندرويد وقمت بشغله على الكمبيوتر. في بعض الناس بيعملوا محاكي ويشغل اندرويد على الكمبيوتر. ماشي. هيشتغل. لان الكمبيوتر اقوى من التليفون فيقدر يشغله. لكن انا هينفع اجيب اندرويد وقم حطه على الراوتر. الراوتر ضعيف جدا. امكانياته ما فيهوش الرامات بسيطة خالص. وبروسيسور ضعيف جدا. هو عايز يعني نظام تشغيل خاص بيه بسيط. عشان هو مش ما فيهوش حاجات كبيرة. في شوية اعدادات بس ايه? هتعملها اعدادات بتاع الراوتر وخلاص. فلو انت جيت تحط عليه اندرويد هيعمل ايه? هينفجر. مش هيحصل. طبعا مش هوافق يعني مش هيحصل اصلا. لان هو مش مخصص لهذا. تمام? خدوا بالكم من النقطة دي. او السيارات الزكية او انظمة السيارة في شكل عام. دي برضو بيبقى ليها اه بعض بيبقى ليها بصوا كده. زي منتو شايفين الكار دي. دي هنا فيه وجهة مستردمة. طب الوجهة دي. ايه اللي مشغل هذه الشاشة? ايه النظام التشغيل اللي شغل جواها? انت ممكن تتحكم بقى في هذه الشاشة وتعمل مسلا الوضع الرياضي لما بتعمل الوضع الرياضي تجاهل عربية نزلت تحت شوية. يعني ايه بدل ما هي مرفوعة عن الارض. بتجاهها هابطت شوية تبقى ايه قريبة من الارض. عشان لما تمشي بسرعة الهوى ما ايه ما يباوزش الدنيا او ما تحصلش مسلا ما تنقريبش او كده. فايزا اه دي كلها النظام تشغيل. النظام تشغيل بيتحكم بايه? بيتحكم بيه الاغاني ممكن نشغل اغاني والسوف تويرل لجوه. وكمان بيتحكم في العربية نفسها. ممكن يخليها يغير السوسات بتاعتها والحاجات دي عشان خطر تخليها وضع رياضي. خليها تمشي اسرع. فايزا هو بيتحكم في ايه? في الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير هي الحاجات الملموسة زي السوسات وغيره والعجلات وكده. والسوفتوير هي الحاجات اللي جوه زي مسلا الاغاني. زي اه مسلا الالعاب البرامج. لو انت عايز تعمل لعبة مسلا هي مهينة ممكن برضو شركات. تمام? وفيه برضو تكنولوجي. زي ما انا قلت لكم. يعني ايه? هو درايفر يعني هو قائد اه اوتوماتيك. هو بيقود السيارة لوحدها. او فيه اللي هو ايه ممكن يساعدك. هو بيبقى موجود انت اللي بتسوقها لكن هو بيساعدك. ازاي مسلا انت ماشي وفي واحد جاي من ناحية بس انت مش شايفه. بس الكاميرا بتاع العربية شايفها. بتقول لك لا تقوم هي ايه مفرميلها لوحدها. ليه بتساعدك? اللي هو مساعدة. فهو بيساعدك انك تسوق بشكل افضل. مش هو اللي بيسوق عنك. لا هو بيساعدك فقط. لانه هو عنده كاميرات وحساسات انت مش عندك انت عندك عين وباصل الناحية محينة وخلاص. لكن هي العربية فيها كاميرات من كل الجهات. العربيات الحديثة بالذات يعني. فتقدر انها تساعدك في حاجة زي كده. الامدت سيستمز او الانزمة المودمجة وهناخد منها مثالين اللي هما الاتم والبي او اس. الاتم انه هي الحاجات دي بتاعت الفلوس الابد او غيره. هي الماشين اللي بتطلع فلوس. طيب البي او اس. point of sale. اه ترمينال. دي زي مكينات فاوري زي دي. شايفين المكينة دي? لما انت بتروح عند السوبر ماركت وعايز تشتري حاجة بتعمل كارت بيطلع لك من المكينة دي. تمام? دول الاتنين برضو ليهم في الحاجات. طبعا مخصصين. مش مش اللي واحدة ليها اوبراتنج سيستم خاص بيها. تمام? طيب. هنا مسلا الpoint of sale برضو. هنا برضو هو الكترونيك. تعال نشوف نكرة كده ونشرح لكم الحد دي. it's an electronic device through which the customer can pay for the products he has purchased. so the price of those products is deducted from his bank account instead of paying for them in cash. يعني هو بيقول لك هنا الpoint of sale دي. انت ممكن بعد ما تشتري حاجة تدفع عن طريقها. واول ما بتدفع بتحط الفيزا مثلا جوا كده وتقوم دافع. فخلاص. الفلوس بتتسحب اوتوماتيكي من الحساب الالكتروني بتاعك او من البنك اكاونت بتاعك اللي هو حساب البنك بتاعك بدون ما انت تدفع كاش يعني انت ممعكش فلوس اصلا كاش. انت معك بس ايه كارت زي كده بلاستيكي. طيب هزا الكارت بيدفع لك فلوس اه. من غير ما انت يبقى معك كاش اصلا. يبقى معك فلوس اصلا. تمام? دي وظيفتها يا. هنا ال الاختصار بتاعه ICS. خلي بالكم من الاختصارات دي عشان ممكن تيجي في المتحان. يقول لك ICS stands for what? هتقول له industrial control system. هل يقول لك مثلا POS stands for what? to the point of cell terminal. ATM stands for what? automated teller machine وهكذا. هنا بقى اجهزة ايه? الكنترول الصناعية. يعني او اجهزة التحكم الصناعي. هي اللي بتتحكم في زراع الانتاج او خطوط الانتاج في المصانع. تمام? طيب هنشوفه هنا. زي هنا. it's a board term that include many industrial control systems and devices used in industrial facilities to control the performance of machines and industrial process. هي بيقول لك انها بتكونترول الماشينز. المكينات الصناعية. وبتكونترول الهنا برضو ايه? التسهيلات لهذه الميكانيات. تخليها تشتغل بسرعة معينة. تقلل السرعة. تغير اه حاجة معينة. مسلا هتطلع منتج دلوقتي انت عاوز تغير او عشان خاطر تطلع منتج تاني. فهكذا يعني. دي دي اه اجهزة التحكم دي او الخاصة هي دي كل وظيفتها. انها بتتحكم في خطوط الانتاج. تمام? وتعال اه نشوف برضو بعض الامثلة عن الحاجات اللي هي بتعملها الاي سي اس او الحاجة او هي بتكونترول او بتتحكم وبت دي يعني بتشاهد او بترائب سير العمليات الايه? الصناعية. يعني بتشوف وبتشاهد العمليات الصناعية لو في مسلا اي مشكلة هي عاملة وكونترول. فايزا لو في اي مشكلة حصلت اه مسلا في اه خط انتاج في ماشين معينة او زراع الكتروني معينة او روبوتي معينة وقفت. فايزا هي هتقدر انها تعمل مونيتورينج. يعني هي بترائب. فاول ما توقفت تدي انزار ان الماكينة الفلانية وقفت. فعايزين اه صناعية او فنيين يروح يصلحوها وهكذا. طيب. تاني حاجة ده بيزيد الانتاجية. ليه? لانك انت كده كده مش محتاج ان الناس كلها كل واحد واقف جنب ماكينة. لا. هو انت عندك نظام? النظام ده بيرائب كل الماكينات. اي خطأ ولو بسيط بيحصل بيديك انزار على طول عشان تروح تصلحوا. من غير ما يكون فيه ناس وقفين جنب كل الماكينة بيبصوا بنفسهم بعينيهم. فانت كده بتقلل الكوست. حينك انت مش محتاج ان انت تدفع مرتبات للناس كتير. انت محتاج واحد بس يعود على ايه? على الكمبيوتر بعيد كده يا رائب. لو في اي انزار جه. مش محتاج اي حد تاني. وبرضو بيزود الانتاجية. لان الماشينز لما انت بتخلي ماكينات هي اللي بتصنع بتبقى اسرع بكتير من البشر. العاديين او الناس يعني. فدي بيزود الانتاجية. الخير للانتاجية بتاع المصنع. المصنع ينتج اكتر. منتجات اكتر. طيب. انت امبروف دا كواليتي اوف مانيفاتشورد بروتكس. ليه بقى? يعني ايه امبروف دا كواليتي? يعني بيحسن جودة المنتجات. طيب ليه بيحسنها? لان انا لما بستخدم اجهزة الكترونية بتبقى جودتها احسن مستخدم الانسان. لان الانسان دايما بيبقى عنده نسبة اخطاء. انت بتعمل بايدك. طبعا ايدك مش هتطلع بنفس الدقة بتاعة المكينة او بتاع اه مسلا ماشين معينة. مش هتقدر. لان مهما حصل انت ايدك برضو ممكن يحصل فيها اخطاء ولو بسيطة. عشان كده دي بتعلي الكواليتي بتحسن جودة المنتجات. طيب هنا برضو بنقول هنا بيقول ان هزه اجهزة الصناعية اللي احنا بنستخدم فيها خاصة بيها هي بتديك حاجة مهمة جدا. انها بتحافظ على الهيلث والاوبرائتنج والسيفتي. والسيفتي الامان والصحة بتاعة التجريل لهذه الاشياء. طيب ليه بتحافظ على الامان والتجريل? لانه زي ما انت ملاحظ الحاجات دي كلها حاجات تعتبر خطر. زي الكيميكال بلانتز. الكيميكال بلانتز يعني الحاجات الكيميائية. الووتر اندويست تريتمنت سنترز. اللي هي برضو بتاع اه الصرف الصحة او غيره. هنا النكلير باور فاسيليتيز. اللي هي الطاقة النووية. فاذا دي كلها حاجات يعني تعتبر اه خطر على الانسان. لو الانسان تدخل بيها. ما الناس دي ممكن يحصل لهم مسلا اشعاع. لو هم شغالين في ايه? في محطة الطاقة النووية. فاذا الحل ايه? الحل ان انا استعين بهذه الاجهزة. وانا ببرمج الاجهزة على الحاجة اللي انا عاوزها. وهي الجهاز بيعمل ايه? الوظيفة دي من غير من غير تدخل بشري. فده بيضيف او بيحسن الهيلث والاوبرائشن سيفتي. الصحة والاوبرائشن سيفتي اللي هي سلامة التشغيل. طيب. هنشوف برضو ان الاندستوريال كنترول سيستم بتستخدم في الحاجات الاتية. تعالوا نشوف سكتورز. سكتورز يعني كطاعات. كطاعات زي ايه? زي الانيرجي. الطاقة او محطات توليد الطاقة. الترانسبورتيشن اللي هي التنقل او الحاجات الزكية. مسلا التنقل الزكي. الفورد بروداكشن اللي هو او انتاج الاكلة. زي مسلا او العصائر. انتاج الزبادي وغيره. البيترو كيميكال اللي هي الحاجات البترو كيميائية دي بتبقى في شركات دي البترول. الالكترونيك اندستوريز زي اه هي تسميه التصنيع الاجهزة الالكترونية المختلفة الميديكال الحاجات الطبية الجهزة الطبية فيه اجهزة طبية دلوقتي كثيرة جدا بيستخدمها دكاترة وميني ادر اندستريز وحاجات تانية كتيرة كمان يعني دي كلها بيستخدم فيها الاي سي اس انظمة تشغيل المصانع يعني ممكن تقول كده تمام طيب تعالوا بقى نشوف شوية حاجات عن الابراتينج سيستمز الخاصة بالكمبيوتر بشكل خاص عندنا مثلا الديسكتوب الديسكتوب بيبقى في جروب او ايكونز بيبقى في باكجراوند بيبقى في بار طيب تعالوا نشوف الكلام ده بقى هنا هو ده الديسكتوب واجهة المستخدم بتاع الكمبيوتر يعني عايزين نشوفها بس ايه في نص الشاشة زي ما انتم ملاحظين هنا الواحد دي الايكونز الايكونات كل ايكونا بتريفيرتو برنامج معين يعني بتشاول على برنامج معين ممكن تشغله هنا البار تحت البار ده بيبقى فيه date time date هو التاريخ والتايم الوقت بيبقى فيه بعض الايه الايكونز هنا تحت برضه او انت عايز تستخدمها وهنا تحكم في اللغة عربي او انجليزي ده بيبقى في البار طيب ال background دي بتبقى شكل صورة كده حلوة جميلة عشان تديك ايه تفتح نفسك وانت بتفتح الكمبيوتر ممكن تغيرها عادي تمام طيب هنا بنقول ان اختلاف الشاشة الافتاحية او ال disk top بالنسبة لل operating system و operating system تاني يعني مثلا احنا شفنا دي ال disk top بتاعة ال windows 11 تمام طيب لو احنا بصينا هنا دي هنلاقي هنا مسلا ال linux دي الشاشة بتاعة هي بتاع ال linux بتبقى عبارة عن ايكونات في النص وهنا برضو كده بار كده في الجامب وهنا background وهنا search a field طيب هنا مسلا بتاع الماك او اس بتاع اه اجهزة ابل بيبقى برضو ايكونات شايفين الشكل مختلف وهنا بيبقى في بار تحت بس وصيرش برضو هنا في النص الشكل مختلف عن ال windows طيب حتى ال windows نفسه الاصدارات بتاعته الشكل بتاعه بيختلف احنا هنا شفنا ال windows 11 تمام ده هو شكله تغيغ دلوقتي ده دي قديمة شوية كمان دلوقتي بقى مختلف عن كده طيب هنا windows 10 قريب جدا من windows 11 ولكن still ايه في بعض الاختلافات طيب windows 7 لا مختلف فقط شايفين بقى الايكونات شكلها عامل ازاي مختلف مختلفة شوية والبار اللي تحت بالذات مختلف قوص ال windows 7 في عقل مختلف عنهم لكن windows 10 و 11 قريبين بس احنا كده خلصنا شكرا انيكم ارجو ان انا اكون افدتكم واشوفكم الدخزة القادم والسلام عليكم اشتركوا في القناة